السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك سنتعرف في هذه الحلقة على دلالة الرمو السفر وواحد وان او وان سي التي شاهدناها في الحلقة الماضية في الكونتاكتور اثنان او اثنان ان سي وايضا سنتعرف على التلامسكم كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل الحلقات المرتبطة بالشرح في وصف الفيديو او في نهايته هناك ايضا بودكاست وقوائم تشغيل في القناة لمواضيع مرتبطة يمكنكم الوصول اليها عبر صفحات القناة نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم دائما ما تتواجد الرموز التي ذكرتها سابقا في العديد من الاجهزة الكهربائية لكن هناك من لا يعرف معناها ولا دورها رغم اهميتها لانها رموز مهمة جدا لانها مرتبطة بالتحكم والتشغيل الكهربائي سنبدأ في شرح هذه الرموز على بركة الله مع اول رمزين وهما السفر والواحد هذين الرمزين اظن انه لا يوجد شخص في العالم يعني كهربائي او غير كهربائي لا يعرف دلالتهما لانهما رمزان مرتبطان بالتشغيل والفصل الكهربائي الرمز السفر يعني ان الجهاز لا يعمل او عدم التشغيل او ايقاف الجهاز وطبعا الرمز الواحد يعني ان الجهاز يعمل او تشغيل الجهاز مثلا لدينا مصباح كهربائي في حالة عدم التشغيل نرمز له بالسفر وفي حالة التشغيل نرمز له بالرمز او الرقم واحد الان سننتقل الى شرح الرموز ان او وان سي وكم التي ترتبط بالمتلامسات الكهربائية او بالتحكم الكهربائي سنبدأ اولا مع ان او ان او اي ماذا تعني؟ تعني ان التلامس او المتلامس هو مفتوح في الحالة العادية ماذا يعني ذلك؟ يعني مفتوح في الحالة العادية تشير الى ان المتلامسات مفتوحة اي انه لا يوجد هناك اتصال بين مربطي توصيل هذه المتلامسات في الحالة العادية وماذا تعني الحالة العادية؟ تعني الحالة صفر يعني أن المتلامسات NO ستكون مفتوحة في الحالة صفر وهي الحالة العادية أو هي الحالة المعيارية التي نضع رمز التلامس فيها على أجهزة الكربائية وإذا انتقلنا إلى حالة واحد أو حالة تشغيل فستصبح المتلامسات NO مغلقة لتمرر التيار بين مربطي التوصيل المداخل والمخارج وعندما نفصل أو نوقف تشغيل أي العودة إلى الحالة صفر ستعود المتلامسات المفتوحة NO إلى حالتها الطبيعية أي الفتح دائما ما تتم الإشارة إلى نوع التلامس في الحالة صفر يعني الحالة صفر هي الحالة المعيارية التي نضع عليها الرموز NO أو NC وحتى تكون في بعض الحالات وطبعا في حالة تشغيل أو واحد فهي المتغير الذي يحدث للتلامس أو المتلامسات في وضعية التشغيل الآن ننتقل إلى NC NC تعني أن المتلامسات مغلقة في الحالة العادية وهو عكس التلامس NO الذي شرحناه قبل قليل التلامس أو المتلامسات NC هي مغلقة في الحالة صفر وستصبح مفتوحة في الحالة واحد أظن أن NO و NC واضحتان سماما وإذا أردت مثال للتوضيح أكثر فلا يوجد هناك خير من الحلقة الماضية ستجدونها في الوصف أو في نهاية هذا الفيديو لكن لاحظوا أن NO و NC يوجد دائما مربطين أو مكانين لتوصيل الأسلاك في كل تلامس يعني يمكن اعتبارها مداخل ومخارج توصيل المتلامسات لكن بالنسبة للمتلامسات COM فهناك ثلاثة مرابط أو أماكن لتوصيل الأسلاك دائما ما يكون هناك مربط واحد هو الذي نشير له بCOM يعني يكون في حالة صفر تقريبا متصل أو مغلق مع طرف ومفتوح مع الطرف الثالث وفي حالة التشغيل أو حالة واحد سيصبح متصلا مع الطرف الآخر ومفتوح مع الطرف الذي كان متصلا أو مغلقا معه في الحالة السفر الطرف COM يسمى هو الطرف المشترك أما الطرفين المتبقيين إثنين وثلاثة فسيكون أحدهما متصل أو مغلق مع الطرف COM والطرف الآخر مفتوح وغير متصل مع الطرف COM بالنسبة لمثال التلامس COM أو المتلامسات COM شاهدناها في مفتاح الذهاب والإياب وأيضا سنشاهدها في العديد من الأجهزة مستقبلا مثلا لاحظوا هذا المؤقس الزمني 24 ساعة هناك ثلاثة أسلاك توصيل واحد وأربعة واثنان مربط توصيل واحد هو المربط المشترك يعني هو المربط COM أما إثنان وأربعة فلا توجد أي علاقة تلامس بينهما إثنان يحدث هناك تلامس بين إثنان وواحد ويحدث أيضا هناك تلامس بين أربعة وواحد يعني أن واحد سيكون متصلا مع إثنان في حالة وفي حالة أخرى سيصبح واحد متصلا مع أربعة يعني حتى إذا لم يكن هناك رمز COM عليكم فهم ذلك فقط من خلال الرموز والتي لا أهملها في الشرح لكن دائما عليكم الانتباه لتلك الرموز بالنسبة للكارباء الصناعية يمكننا معرفة نوعية التلامس أو نوع المتلمسة NO وNC فقط من خلال الرموز وأيضا الأرقام التي تتواجد في مداخل ومخارج توصيل أجهزة تعكم وهي سهلة جدا حتى وإن لم نجد عبارة NO أو NC أو COM يمكننا التعرف على نوعية التلامس في الحالة العادية طبعا صفر أي عدم تشغيل من خلال أرقام فقط لكن سأترك ذلك إلى حلقة مقبلة إن شاء الله من حلقات الكارباء الصناعية المهم الآن هو التعرف على هذه الدلالات أو الرموز التي ذكرتها في هذه الحلقة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة